اشتركوا في القناة الارهاب والحد من التطرف واكد خلالها نائب الاستخبارات العامة السعودي ان سبب انتشار الارهاب في العالم هو دعم ايران لميليشياتها في المنطقة ليس الحديث عن مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه حديثا مكتملا بعناصره دون وضع طهران محوره الاول والاخير ففي ممارساتها تجسيد لكل اساليب الارهاب والتطرف التي يرفضها المجتمع الدولي وتتبناها العقيدة القتالية والعسكرية لنظام الولي الفقيه هنا في هذه القاعة قاعة مجلس الشيوخ الفرنسي عقدت ندوة للبحث في خطط جديدة للقضاء على الارهاب والحد من التطرف شاركت فيها نخبة من الخبراء الامنيين والدوليين وتوالت وتواردت الافكار تباعا تدارسا وتحليلا وتثقيفا وتعنون كل جرم وارهاب عانته عدد من الدول العربية والعالم بايران فهي التي وضعت القاعدة الاساسية للتطرف والارهاب الدولي في مجالاته الشائكة والمتعددة بدءا من تهيئة الاجواء الدينية وتعبئة الحشود والفساد الاقتصادي والسياسي وصولا الى وضع الممارسات وتحديد الاساليب الارهابية التي لم تعرف من قبل الا بعهد الولي الفقيه يقرأ استراتيجية ايران يعرف ان احدى وسائل العمل لها هي الارهاب الجميع نحن لا نستطيع ان نترك التاريخ التاريخ هو جزء من ما نعيشه اليوم من احضر خطف الطائرات وتفجير السفارات والمواكب هم الايرانيين وحزب الله وبالتالي هي لا تزال احدى منهجياتهم في العمل المطلوب اليوم ان المجتمع الدولي اولا يعي ان ايران لا يمكن ان تعمل من خلال القانون الدولي والعلاقات السليمة والصحية مع الدول انها ايران ايران الولي الفقيه تلك التي لا تعرف للجوار حسنا ولا للمجتمعات اتفاقا ولا للمعاهدات ميثاقا تنكرت لجميع الاعتبارات الدولية والعالمية والمواثيق التي تحترمها الدول وتعيش وفقها الامم وتتفاهم بها وتبنت الشر في المنطقة حتى استباحت ما استباحت في الساحة العربية نحن نؤمن ايمان تام جدا في مركز الاعتدال لان مكافحة التطرف هي ليست عملية منظمة واحدة وليست عملية تستطيع دولة واحدة القيام بها هي عملية تكاملية جميع المنظمات وجميع الدول لابد تعمل بشكل تكاملي الاعتدال والاتزان في تنفيذ السياسات الخارجية والاستراتيجية والتعاون الدولي واحترام المواثيق الدولية هي اسس خلص اليها المتحاورون ولم تخلص اليها ايران لاربعة عقود من الارهاب فلا مواراة في السلم والامن الدوليين في ظل المساعي الايرانية للتوسع والسيطرة باستخدام الارهاب والتطرف اشتركوا في القناة